في ظل استعدادات مملكة البحرين لاستضافة جائزة البحرين الكبرى لسباق الفورميلة واحد عقد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات اجتماع عمل مع معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك بحضور سعادة سيد محمد بن ثامر الكعبي وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني والسيد محمد بن يوسف البن فلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين وخلال الاجتماع تم بحث عدد من الموضوعات المهمة أبرزها الأنظمة والإجراءات الجمركية المتبعة عبر المنفذ الجوي لمملكة البحرين كما تم مناقشة المهام والإجراءات الجمركية المتبعة في مطار البحرين الدولي والتي من شأنها تعزيز عمل شؤون الجمارك في مطار البحرين الدولي بما يساهم في رفع وتحسين موقع مملكة البحرين على المستوى الدولي والإقليمي في هذا المجال